موسيقى مشاهدين مرحبا بكم من جديد في حوارنا المسائل اليوم بنتكلم عن الرخص التجارية والتي اعتمدت اعتماد أقرتها الدائرة الاقتصادية بالشارقة لتفتح المجال أمام الشباب الإماراتي في تسهيل التجارة المنزلية ولكن مع مراعاة ابقى المنزل كوحدة سكنية في المقام الأول وعدم المساس بالحياة السكنية وبشكل لا يضر القاطنين فيه من التمتع بحياة أسرية هادئة هذا الترخيص وترخيص لأنشطة محددة تتفق طبيعتها مع حياة الوسط السكني وفق شروط وضوابط معينة للحديث أكثر عن هذه الرخص التجارية المنزلية والوقوف على المشاكل التي قد تواجه مثل هذا النوع من التجارة يصيرنا يكون معنا اليوم السيدة أمل جاسم علي حبش نائب مدير إدارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة مساء الخير مساء النورة وسهلا ممورت تمام؟ الحمد لله قبل ما نخوضه شوفتم حضرة وآيباد وورق وموضوع أحب أول شي أشكر قناة الضفرة لإستقبالها لإدارة الشؤون التجارية بالدائرة التنمية الاقتصادية والحديث عن رخصة اعتماد الرخصة التابعة للمشاريع المنزلية بإمارة الشارقة التي تخدم قطاع كبير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر طبعا بعد شكرتش وقبل الغوص في الحوار أكثر في تقرير هذبنا للموضوع نروح نشوفه مع المشاهدين ولنا عودة للحوار أصبحت المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة التنمية في أغلب دول العالم وأسهم التقدم التكنولوجي السريع في خلق تحديات جديدة لهذه المشروعات وهما يستدعي الحاجة إلى ابتكار آليات دعم ومساندة جديدة تساعدها على الصمود القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات يعد منظما للأحكام والعلاقة بين كافة مؤسسات الدولة الرسمية ورواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة واعتبرت دولة الإمارات تلك المشاريع نواة لاقتصاد معرفي ناجح يؤكد عمق وريادة تجربة الدولة في هذا المجال رخصة اعتماد رخصة حكومية لها مزايا تقدم لأصحاب الرخص المنزلية من أهمها حضانة المشاريع وتطويرها ومتابعتها إضافة إلى توفير الدعم الفني اللازم لها كالاستشارات القانونية والإدارية كما تشمل ترشيح المشاريع الناجحة للتمويل الحكومي والترويج والتسويق لهذه المشاريع ولكن هل كل هذه المشاريع تبقى خاضعة للرقابة؟ وهل تراعي كلها المعايير التي وضعتها لها الجهات المختصة؟ إذن أستاذ عمل شفنا نحن التقرير بس ببدا معاتش التوضيح أكثر للمشاهدين لو ناخد تعريف عام للتجارة المنزلية ما هي؟ التجارة المنزلية تعريفها بسهولة الإسم أو المسمى التابعة للتجارة المنزلية هي إبداع عقلي للشباب أو لربات المنازل وهناك فئات حتى اكتشفناها خلال عملنا في رخص الاعتماد ودراسات التي وضعتها ومبادرات التطوير أن هناك فئات أخرى جديدة يعني كونت قطاع منفصل لهذه الترخيص طبعا الخروج بأفكار وتصورات لمشاريع تجارية بعضها قد يكون مجرد هوايات لدى شخص أو فرد أو ربما أسرة كاملة في بعض الأسر كانت تكون جميع أفرادها لديهم هواية معينة ويقومون بتطويرها لتصل إلى مشروع ومن ثم ربما إلى مرحلة الامتياز التجاري ومن ثم دخول السوق الأساس في منهجيتنا خلال عملنا في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في رخصة اعتماد هي ما وضعها لنا سعادة سلطان بن هدى السويدي وذلك تحت توجيهات حتيثة من سمو حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي للاهتمام بفئة المشاريع المنزلية ومشاريع الشباب على وجه الخصوص لكي تقدم هذه المشاريع قطاع متكامل يخدم اقتصاد الإمارة والناتج المحلي فيها على طار اقتصاد الإمارة ويخدم اقتصاد الإمارة وذكرت أنه ممكن تبدأ به هواية أو موهبة نحن لا ننكر ولا نستهين أن هذا الموضوع أو هذه المشاريع الصغيرة إلى المتوسطة هي طبعا توفر 86% من فرص العمل بالقطاع الخاص و60% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي هذا على المستوى الاقتصادي على المستوى الاجتماعي استاذة أمل كيف تخدم الشباب هاي المشاريع كيف تساندهم تخدمهم تطورهم تعطيهم مجال الإبداع للتفكير نعم في خلال عمليات عند تكليفنا بهذا المشروع في بداية العمل عليه وضعنا دراسة مسحية ومن ثم دراسة أخرى استطلاعية من خلالها حاولنا أن نستكشف الفئات ونتعرف على من هم أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر اكتشفنا أن هناك عدة فئات ثلاث فئات رئيسية تبدأ بذوي الحالات الاجتماعية الخاصة من ربات المنازل ربما المطلقات الأرامل هذه الفئة الاجتماعية المتكاملة حتى المتقاعدين رجال أيضا وكبار السن هناك فئة تتمثل في التجارة المنزلية التابعة لهذا النوع ومعظمها تخدم القطاع أو خلنا نقول أنشطة تراثية أنشطة فيها هوايات وأنشطة تناسب هذه الفئات العمرية عندما حاولنا نتوغل أكثر في الدراسة ونشوف شو أيضا نستطلع الفئات الأخرى اكتشفنا فئتين ثانيتين مهمتين الفئة الأولى اللي هي فئة التجار الصغار من الشباب أو المستثمرين المبتدئين هذه الفئة نحن نشجعها طبعا بكل ما لدينا من قوة وكل ما لدينا من إمكانيات لأن هذه الفئة تريد أن تدخل سوق العمل وتحتاج إلى الدعم بعض منهم ربما لديهم رأس المال بس هناك تردد ودائما الخطوة الأولى في المشاريع التجارية هي العائق الأساسي في دخول أي مشروع دائما تكون الخطوة الأولى حتى خبراء التجارة وخبراء الاقتصاد دائما ينوهون لهذه النقطة ولازم يكون في داعم لأنك تخلي المستثمر الصغير أو الشاب أو رائد الأعمال أنه يكون جريء في دخول هذا السوق أو عمل هذه الخطوة فتأتيك هذه الفئة المهمة اللي إحنا صارت فئة أساسية نختمها ووظفنا لها مبادرات وخدمات من خلال خدمة رخصة اعتماد لخدمة هذه الفئة الفئة الثالثة وهذه الفئة أيضا يعول عليها الكثير وهي فئة أساسية خصوصا في إمارة الشارجة إمارة الثقافة والعلم اللي يعني يشرف عليها بنفسه سمو حاكم الشارجة وأيضا سعادة سلطان بن هدى سويدي في مجال التجارة اليوم ومجال الاقتصاد هي فئة الشباب من خرجي الجامعات نعم نحن بنتكلم عن الطلبة أستاذ عمل لأنه حتى في مبادرة خاصة بطلبة في جامعة الشارجة ومدينة الشارجة ذكرت أنكم تسوون دراسة ميدانية تستمعون للمشاكل للجدد واللي هم أريدي بدأوا وعندهم مشاكل في مشاريعهم تحضنون خلني أقول المشاريع تقدمون الدعم وتقديم الاستشارات في ناس هم يقولكم يلجأوا لكم ولا أنتم فقط تبحثون على هؤلاء الفئات اللي ذكرتهم طبعا أرجع أقول أن نحن لما قمنا بدراسة نحن نسعى لتلبية رغبة اليونة أو اللي حتى كانوا في الترخيص من قبل لأن كان في نسبة مرخصين في هذا الترخيص قبل ما نبدأ في عمليات التطوير كانت النسبة بسيطة نسبية نوعا ما لما قدنا دراسة ولما خلصنا الدراسة وطلعنا بنتائج وبحثنا المشكلات وجدنا أن هناك أهمية للخروج بمبادرات وخدمات خاصة للفئات أنا كنت خلال حديثي أتكلم عن الفئة اللي أنت سألتها هل أنت تروحوا لهم ولا هم يونكم في فئات نحن لازم نروح لهم الفئة الأخيرة اللي هي الفئة الجامعية الفئة المستثمرين ورواد الأعمال يمكنهم يوننا أكثر من ومع ذلك نحن نروح لين عندهم بعد ومن خلال مبادراتنا قدمنا خدمات ومبادرات خاصة بالدورات والندوات وتم الإعلان عنها في الجرائد الرسمية وعبرها حتى الجهات المختلفة وشركاء الاستراتيجيين لكن الفئة الأخيرة اللي هي فئة الطلاب مثل ما قلتي قمنا بتنظيم حملة ترويجية متكاملة للجهات الأكاديمية خاصة في المدينة الجامعية بإمارة الشارجة وهي غنية عن التعريف ولديها نسبة كبيرة من الخرجين اللي مؤهلين بشكل متكامل لربما قيادة مشاريع تنموية اقتصادية مهمة وربما مستقبلا قد يكون لها أهمية كبيرة خصوصا أن أنت لما تدعم عقلية أكاديمية فاهمة رح تقدم لك مشروع تجاري عارف شو معنى أن مشروع تجاري يقدم بدراسة جدوى وفاهم شو الآلية اللي رح يشتغل عليها وأيضا ممكن حتى مش بالضرورة خرجين فقط إدارة الأعمال حتى المجالات الأخرى لا طبعا أكيد خرجي الجامعات بكل التخصصات أكيد صاحب الفكرة والإبداع لا يقتصر أن يكون هو تحت يعني من أحد المبادرات اللي تكلمتي عنها يمكن شعار مشروعك الأكاديمي مستقبلك التجاري اللي كان يهدف الطلبة شو كانت أهدافها هذا المبادرة التي كانت تحت هذا الشعار مثل ما قلنا أن أهدافنا متكاملة حاولنا نكمل الأهداف الاقتصادية بأهداف أخرى تخدم الشباب وجدنا أن الاهتمام بفئة المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال خصوصا لطلاب الجامعات والخرجين على وجه الخصوص سيخدم هؤلاء الخرجين مع العلم أن في فترة يقضيها الخريج بعد التخرج ربما بحث عن التقديم في الوظائف أو البحث عبر المنافذ والمعارض التوظيف المختلفة في حين أن هناك فرص ذهبية تقدمها الدولة له ويمكن هو ما يدري عنها عشان شي رحنا لهم لين عندهم وقلنا لهم خرجي الطب خرجي الإعلام خرجي التربية وخرجي تقنيات المعلومات وهم على فكرة هم الألمع في التعامل مع الرخص التجارية لأن خرجي تقنيات المعلومات يتعاملون مع عصر السرعة وعصر التطبيقات والتكنولوجيا وعارفين كيف أن تقنية المعلومات وأهميتها وخصوصا برمجة البرامج والخروج بالأبليكيشن وكيف أنه صارت سلوب حياة فهم عارفين كيف أنهم يوظفون خبراتهم أو دراستهم في خبرة جديدة يدخلون فيها عالم الأعمال الخرجي التانيين يمكن هم محتاجين أكثر أن تتوسع أفقهم لذلك قمنا بمبادرات من خلالها وأشكر طبعا مرة أخرى سعادة سلطان بن هدى السويد أنه أعطانا الفرصة وأعطانا أولوية أنه نقدم هذه المبادرات للشباب والتوجه إلى الجامعات بشكل خاص الحكومية والخاصة هذا من قبلكم من قبلهم إقبالهم كيف كان؟ كانوا متعاونين؟ صراحة أنا أدعو الجميع لزيارة مواقعنا الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنستغرام والفيسبوك وأيضا موقع رخصة اعتماد اللي يشرح ويبين بكل تفاصيل جميع المبادرات والإقبال الشديد اللي كان خصوصا على مبادرة الترويج الجامعي بالفعل حضر عبر ثلاث ندوات خاصة بجامعة الشارجة الجامعة الأمريكية جامعة الأفق بالمدينة الجامعية بإمارة الشارجة حضرها عدد هائل من الطلاب في كل جلسة وخصوصا أيضا الجلسات يعني إقبال كان جيد ماذا عن المعايير؟ أي معايير بالضبط معايير لإعطاء هذه الترخيص أو رخصة الاعتماد للمشاريع طبعا مثل ما ذكرت في بداية تقديمت لهذا الترخيص أنه قيمة رخصة اعتماد بحيث أنها تحافظ على الكيان السكني والوحدة السكنية وهو أيضا المعايير الذي دائما نتوجه به وموجه لنا من قبل سياسة صاحب السمو حاكم إمارة الشارجة في جميع المبادرات والتعامل مع سكان الإمارة أنا لما أيب مثلا فكرة لمشروع تجاري وحب أن أقيمها في المنزل لازم دائما هناك في مواصفات معينة لهذا المشروع من ناحية التعامل الخارجي مع الجيران في معايير موضوعه وشروط والحمد لله نسبة كبيرة من المسجلين يتعاملون معها بشكل جيد أولها وعدم وضع اللوحة مثلا التجارية خارج المنزل لأنه هنا ستدخل في مجال تجاري بحث ستأثر على السكان ويمكن يكون هناك أزمة سير تسبب إذا كان مشروعك جدا ناجح هذا نتمنى لجميع نتمنى نجاح المشاريع لكن باتباع المعايير السليمة وبعدين هدفنا في النهاية كدار التنمية الإقتصادية وكداعم لهذه المشاريع ليس أن نتم هذه المشاريع في نطاق المنزل نحن نبدأ المشاريع تطلع خارج المنزل وتدخل السوق ونحن على استعداد كامل لتوفير كل الدعم لهذه المشاريع لأنها تترك المنزل يعني لما نقول مشاريع منزلية نحن نقصد خطة وقتية للبدء بمشروع وإعطائه مدة زمنية قد تصل من سنة إلى سنتين ويمكن تمديدها حسب حاجة المشروع ومن ثم لكن مع الاهتمام بخطة أخرى تكون بعيدة المدى للوصول إلى السوق إن شاء الله ماذا عن أستاذ أمي عن طبعا اعتماد هو يحفظ الحقوق الفكرية والاقتصادية للأسر المنتجة فآلية أو المنهجية المتبعة للحفاظ وتأكيد على الحفاظ على الحقوق الفكرية والاقتصادية للأسر المنتجة كيف تكون؟ طبعا أنا أشكرت جدا على هذا السؤال لأن هذا السؤال يخدم جزء كبير من المشروع نحن الآن في صدد إنهاءه والتعامل معه المشاريع التجارية بشكل عام تحتاج وعي كبير من المتعاملين معها في بعض المشاريع قد لا تتناسب مع المنازل وقد لا تتناسب أيضا مع نوعية الإنتاج التي تنتجها المنازل أو حتى القائمين عليها حتى لو كانوا من الشباب والمتعلمين وغير ذلك على سبيل المثال المنتجات الغذائية والمنتجات التجميلية دعنا نقول للمنتجات الغذائية طبعا في مشاريع قائمة وحققت نجاح كبير ونحن وفي كثير من الناس اللي متعاملين معنا خلال دراسة اللي نحن قائمين عليها الآن بالتعاون مع بلدية الشارقة مشكورين للقيام أو فتح المجال للأنشطة الغذائية لأن ترخص حتى الآن لا يوجد ترخيص رسمي لكن يوجد دراسة ويوجد رخص موضوع تحت الاختبار لكي تقوم البلديات وقسم الصحة في البلدية بالخروج بشروط ومواصفات خاصة لمثل هذا النوع من الرخص لأن هذا النوع من الرخص محتاج رقابة ومحتاج أن يكون القائم عليه على مستوى عالي من الشروط الصحية والعلم بكيفية التعامل مع المنتجات الغذائية تاريخ فترات الصلاحية وتاريخ التقديم وتاريخ الحفظ نتابع دائما نحن نحاول أن نحن لا نكون رقابة يعني نحن الأساس حتى في تشريع رخصة اعتماد من البداية ليس رقابة إنما هو التوجيه هو الوصول بهذه الرخص إلى بر الأمان الجزء الثاني من المنتجات أنا باختصار طبعا ياسا أتكلم هو الجزء التابع للمنتجات التجميلية وأنا انتهز الفرصة أن أوجه رسالة لأننا دائما نقوم بعمليات استطلاع لوسائل التواصل الاجتماعي لأهل أكثر كبادلا لعمليات التسويق لرخص المنزلية لأنهم ما في إلا منافذ بسيطة ونحن مقدرين هذا الشيء لأصحاب الرخص المنزلية إلا لوسائل التواصل الاجتماعي أو عبر المعارض طبعا نحن في كدارة تنمية الاقتصادية نقوم بتوفير المعارض العامة والمتخصصة وأيضا نشارك في معارض عبر فئات أخرى أو قنا نقول عبر جهات أخرى متعاونة معانا الجهات الشراكة الاستراتيجية بشكل عامل يشمل تكلمتي عن الدراسة الميدانية وعن الدعم وعن استراتيجيات وعن حظن المشروع يشمل تمويل نحن في دارة تنمية الاقتصادية جهة مانحة للترخيص لكن لأننا برنامج متكامل لدعم المشاريع لدينا مبادرات لترشيح المشاريع التي لها مستوى وقدرة على أنها تقدم امتياز تجاري أنها تدخل السوق أنها محتاجة دعم يمكن يوصلها إلى مرحلة نفخر بها اقتصاديا بس أريد أن أكمل النقطة الأولانية سمحيني موضوع منتجات التجميل يا جماعة المستخدمين الفيسبوك والإنستغرام ومواقع التواصل الاجتماعي منتجات التجميل تخضع لمعايير وشروط عالمية أكثر شدة وأكثر اهتمام من منتجات التغذية لأن منتجات التغذية هي أشياء وقتية يعني بتفسد لها يعني علامات الفيسبوك مدة صلاحية اكزاكلي لكن منتجات التجميل منتجات تدخل فيها يعني مواد أولية خطرة جدا يعني وهذا الكلام أنا مو بيعطينا من عندي هذا قسم الصحة التي تواصلنا معه وقسم البيئة أو غيرها من الأقسام في بلدية الشارجة مشكورين وضحونا أن هذا النشاط يحتاج إلى حتى رح ندخل فيه ورح نفتح فيه مجالات لكن يعني نتمنى من الجمهور والمتعاملين واللي يقومون بعمليات الخلط المواد التجميل وعمل خلطات تجميلية وما إلى آخره وأخذ صوابين مختلفة وأخذ كريمات وعمل خلطات عدم التهاون مع هذا الموضوع ومحاولة تغيير النشاط أنا ما رح أقول نحن نراقبكم نحن نعطيكم الدعم والإرشاد حاولوا تغيرون هذا النشاط لأنه في خطورة حساس جدا وفي خطورة على المجتمع وعلى أبناء الوطن نحن نحافظ على أكيد الاقتصاد وما يقدمه لأبنائنا ونبغي يعني نكفل مشاريعكم لكن بما يحافظ على الأمن والسلامة ونعدكم أن هناك إن شاء الله أن هناك إن شاء الله اهتمام بالمشاريع التجميلية بعد الانتهاء من خطة المشاريع التغذية بس اصبروا علينا شوي وحاولوا تخففون من خطات لأن لها تأثير ضار جدا على تأثيرات سلبية خطيرة نعم نتكلمنا عنها قبل في مثال إمارات أختم معاك بألف ميل تبدأ بخطوة ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة طبعا من المبادرات والشعارات لأطلقتها منها شعار الامتياز التجاري يبدأ بخطوة كلمة أخيرة توجهها أستاذ أعمالي شباب وشابات الإمارات المواطنين اللي عندهم طبعا أفكار أو إبداعات حبون أن ينطلقون خلني أقول بها باختصار شو تقولي لهم؟ الكلمة الأخيرة اللي نوجهها باسمي وباسم دار التنمية الاقتصادية وباسم سعادة رئيس الدائرة هي أننا نتبع سياسة الباب المفتوح بإمكان الجميع التقدم إلى دار التنمية الاقتصادية ويعني إعطائنا أفكاركم مشاريعكم اقتراحاتكم عملية برمجة المشاريع إلى مبادرات وفعاليات وتحقيقها على الأرض الواقع هي ممكنة وتم ذلك وهناك الكثير منها على وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني وبإمكانكم متابعتها بأنفسكم وأحب أقول أن سنقدم كل ما تستطيعون أو كل ما ترغبون في تقديمه ما عدا شوي الموضوع التمويل التجاري هذا أو تمويل المالي لأن له أماكن مخصصة هناك يعني مثل مؤسسة رواد التابعة لتمويل المشاريع مؤسسة خليفة نحن يكفينا طبعا قادة ماما مقصرة وحكومة رشيدة نحن يكفينا الخطوة الأولى مثل ما قدنا تبدأ بالميل فأتمنى بس يتوجهون يكون فيها الثقة خلني أقول بها الفكرة والإبداع وطبعا إن شاء الله أتمنى كل خير لجميع إن شاء الله طبعا اختصرنا وايد بس أشكر قناة الضفرة على هذا اللقاء وشكرا لكم نورتنا إذا مشاهدنا مرة أخرى كل الشكر لأمل جاسم علي حبش نائب مدير إدارة شؤون التجارية في دائرة التنميل الاقتصادية بالشارقة أما أنتم مشاهدين يتجدد اللقاء بعد الفاصل والمزيد من الفقرات خلكم في عنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة